اشتركوا في القناة ونبهنا وزارة الداخلية بالاهتمام بالملف الأمني في عشر تواقع مطلوبة جمعناهم رح يقدم إلى مكتب الرئيس وتأخذ مجرحة متى ما تحددت بس هذا أمر ضروري أصبح الاستكار الشعبي والإعلامي لجريمة الأفنيوز يتقاطع مع شجب سياسي نيابي يضع وزير الداخلية في مرمى غضبة نيابية ترجم الطلبا لعقد جلسة خاصة للمفلات الأمني لجان المجلس البرلمانية خلية نحل لإقرار قوانين ومشاريع والمالية تناقش قانون الشركات والتشريعية تصادق على تعديل قانون الطعن أمام التمييز الولاء هي ثقافة ذاتية نادرة عن نفس وفق ضوابط ومسلوليات أحنا متى ما نريد نستطيع أن نفعل أعتقد هذا مشروع ضخم جدا ولن ينساه التاريخ تفعيلا لدور الشباب في إرساء الانتماء وحب الوطن ملتقى ولاء التوعوي يضع الدعائم الأولى لمشروع الحفاظ على الوحدة الوطنية ورفعة شأن الكويت البلدية فشلت في السابق بتسليم هذه العقود بعض هذه العقود أصلا غير مسنفة وغير مدربة على موضوع النظافة مخالفات عدم توفير الآليات مثلا عدم تشغيل الآليات عدم تنظيف المنطقة عقود النظافة ملف البلد المتخم بالاتهامات يفتح على مصراعيه وأعضاء المجلس يتحدثون عن أسعار خيالية تم ترسية المناقصات عليها نشرة الأخبار من تلفزيان الرأي أهلا بكم من الاستنكار الشعبي والإعلامي إلى الاستنكار والشجب النيابي لحادثة مقتل الطبيب اللبناني الكويتي في مجمع الأفنيوز التجاري أول من أمس فقد شكلت الحادثة مادة دسمة لتصريحات النواب الذين انتقدوا التقصير الحكومي سيما من أجهزة الداخلية للتعامل مع هذه القضية ومثيلاتها من القضايا والإشكالات والمشادات التي تحصل بين الفينة والأخرى في الأماكن العامة ولم يتوقف النواب عند الاستنكار فقط بل شرع بعضهم إلى جمع التواقيع لعقد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة منف الانفلات الأمني وسبق وأنحذرنا ونبهنا وزارة الداخلية بالاهتمام بالملف الأمني وهي المسؤول الأول والأخير عن الملف الأمني في البلد لكن الظاهر آذان وأبواب وزير الداخلية مسكرة الشاب بالقتير رحمة الله عليه هذه ما هي الأولى والأخيرة ندري لكن وين الرقابة الأمنية في هذه الأماكن المكتظة بالجموع البشرية بالآلاف وين الأعين اللي تبحث عن الأمن واستتباب الأمن تقدمت بطلب ودكتورة معصومة معاي ومجموعة من النواب لطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع الانفلات الأمني وهذه المناسبة أتقدم بخالص التعازي لأسرة الدكتور جابر بهذا الحادث الشنيع اللي حصل في إحدى المولات في إجازة نهاية أسبوع بوجود كل هالناس الموجودين ومع ذلك لم يتم يعني عمل الإجراءات الصح فيما يخص إنقاذ الدكتور وكان ممكن يتم إنقاذه لو لا نقص يمكن خدمات الإسعاف وغيرها اللي موجودة في المجمع طبعاً عارف أخي الكريم أنه في عشر تواقع مطلوبة جمعناهم رح يقدم إلى مكتب الرئيس وتاخذ مجراها متى ما تحددت بس هذا أمر ضروري أصبح في شأن اجتماعات اللجان البرلمانية عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعاً هو الثالث لها للتباحث في الملاحظات النيابية بشأن قانون الشركات الصادر بمرسوم ضرورة وقد دعت اللجنة وزير التجارة والصناعة إلى اجتماعها يوم غد لاستكمال النقاش بشأن القانون قبل إعداد التقرير النهائي بشأنه ورفعه لمجلس الأمة للتصويت عليه اليوم كان في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية واستكمالاً للنقاش اللي كان على موضوع اقرار قانون الشركات المطلوب اللي صدر بمرسوم برورة اليوم استمعنا للرأي الآخر دكتورة أماني بروسلي وجهة النظر والفريق المرافق وتم الاتفاق على أن استدعاء وزير التجارة غداً صباحاً الساعة عشر لاستكمال باقي التعديلات المطلوبة طفيفة أنا شخصياً ما اعتبرها تغييرات هيكلية تضر في شكل القانون ونتفق على أن بكرة بإذن الله بعد ما نوصل الرسالة إلى معالي الوزير يتم إن شاء الله اتخاذ الشكل النهائي للموافقة على المرسوم وإلى اللجنة التشريعية حيث رفضت اللجنة إدخال تعديلات على بعض القوانين والمشاريع المقدمة كاقتراحات من عدد من النواب فيما وافقت على تعديل قانون حالات الطعن في محكمة التمييز وتعديلات أخرى على قوانين متعددة عرضت لدينا بعض المشاريع بقوانين المشروع الأول اللي كان في جدول الأعمال وهذا المشروع يتكلم عن مشروع بقانون بإضافة مادة جديدة لقانون الجزاء الصادر رقم 16 لسنة 1960 عدة قوانين ألف وباء وجيم ودال وهاء وهذا الأمر طلبنا أن نتريث ونطلب رأي الحكومة في الجلسة القادمة حتى نتخذ قرار بإقرار هذا المشروع من عدمه أو كتاب التقرير في هذا الجانب الجانب الآخر عرض علينا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحامة أمام المحاكم ورأت اللجنة بالإجماع برفض هذا المشروع والأمر الأخير مشروع القانون بتعديل بعض أحكام رقم 40 لسنة 72 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته وجدنا بأن هذا القانون هذا المشروع ممتاز جدا وأضفنا عليه تعديل بسيط وتمت الموافقة مع التعديل بالإجماع وفقا للصورة التي يمكن أن نزودونكم فيها الأخوان في اللجنة التشريعية في تصريح وملف النيابين مغير كشف النائب يعقوب الصانع عن نيته وعدد من النواب التقدم بطلب لمناقشة ما أثاره الوزير السابق شعيب لموزري من تجاوزات مالية في مؤسسات الدولة في جلسة التاسع من يناير القادم وقال الصانع إن حديث لموزري كان خطيرا يستدعي الرد الفوري من الحكومة واعدا بفتح الملف في البرلمان للوصول إلى حقيقة الأموال المهدورة قد سبق للأخ الوزير السابق شعيب لموزري أن أثاره كلاما خطيرا مدعم بلغة الأرقام وتناوله عدة قطاعات من قطاعات الدولة تتكلم عن الهيئة العامة للاستثمار وعن التأمينات الاجتماعية وعن برنامج خطة التنمية وقد أثاره الأخ الفاضل شعيب لموزري بأن هناك كارثة حقيقية تتمثل في تجاوزات مالية وهذا الكلام يجعلنا وبحق ونحن أقسمنا أمام الشعب وأمام صاحب السمو أن نكون مؤتمنين عن أموال الشعب وأموال الوطن وبالتالي لا يمكن أن يمر هذا الكلام من قبل عضو سابق في الحكومة الكويتية القريبة جدا ولا يجعلنا أن نتحرك ونحرك ساكنا في هذا الموضوع لذلك أنا تقدمت بطلب للنقاش العام في جلسة تسعة واحد الفين وثلاثة عشرة مع زملائي ومع زملائي تسعة من الزملاء بمجموعة عشر نواب لمناقشة هذا الفساد وهذا الانفاق الغير مسؤول وهو يستدعي من الحكومة أن ترد إيرادا وردا على ما جاء بأقوال الزميل الأخ شعيب المويزري تفعيلا لدور الشباب في ممارسة دوره في خدمة المجتمع وإرساء دعائم الانتماء للوطن وتعزيز قيم المواطنة انطلق الملتقى الأول لمشروع ولاء الذي يهدف ومؤسسوه إلى أن يكون طريقا ومنهجا يعمل به لترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء والوحدة الوطنية الملتقى الذي انطلق بالأمس تحت شعار ولاء سشارك فيه عدد من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية والتربوية والسياسية وقد أجمع الحاضرون على ضرورة تفعيل وترسيخ مفاهيم المواطنة في صفوف الشباب خدمة للكويت وبما يصب في مصلحتها نسعى من خلال عقد هذا الملتقى الوطني والملتقيات القادمة تحويل المفاهيم الوطنية التي جبلنا عليها إلى واقع عملي وملموس وذلك من خلال الخروج بتوصيات ونتائج محددة للتوصل إلى مشروع متكامل للحملة الوطنية الأولى لمشروع ولاء الولاء بحر ممكن نتكلم فيه وما ننتهي لكن حسب تجاربي ورؤيتي الولاء هي ثقافة ذاتية نابعة عن النفس وفق ضوابط ومسؤوليات وحقوق لذلك يجب علينا أن يكون الشخص رقيب على نفسه وذاته وأهوائه ورغباته وطموحاته ليش اليوم إحنا سوينا هذا الملتقي بدون ما نحط تحت رعاية فلان أو تحت رعاية جهة ليش سويناها بروحنا لأنا بقول لكم رسالة رقم واحد أحنا متى ما نريد نستطيع أن نفعل الولاء أعتقد هذا مشروع ضخم جدا ولن ينساه التاريخ بإذن الله تعالى بشباب الناهض هذا المتكاتف وأعتقد تواجدكم وهو نوع من الولاء في المجلس البلدي عقدت جلسة مصغرة اليوم أو ورشة عمل لبناقشة تعثر بعض عقود النظافة وقد حضر ورشة العمل كافة الأطراف المعنية بالجهاز التنفيذي وممثلين عن شركات النظافة في كافة المحافظات وفي هذه القضية وتبعاتها نتوقف عند مشكلة النفايات التي باتت تعم شوارع الكويت في الآونة الأخيرة نسأل عن عقود النظافة ونستشرف الآراء الفنية بشأن معالجة الملف وحله ابتسام رمال تعرض في التقرير التالي القضية من زواياها المتعددة في المرحلة ما قبل توزير الشيخ محمد العبدالله المبارك قضايا كانت محل انتقادات وتساؤلات من قبل أعضاء المجلس البلدي وخاصة قضية عقود النظافة في ظل أرقام خيالية رست عليها الشركات في مناقصة البلدية قضية تستحوذ جل اهتمام الأعضاء في ظل الأوضاع الأخيرة وإهمال شركات النظافة في القيام بواجبها وعدم الإتيان بمعدات حديثة متطورة أن البلدية فشلت في السابق بتسليم هذه العقود فكأنها فاجأت الشعب الكويتي بالكامل بسوء إدارتها وبسوء استلامها لهذه العقود ولم ترتب إداريا موضوع العمالة وموضوع سائقين السيارات وموضوع أيضا الآليات فتفاجأ الشعب الكويتي بتراكم مثل هالقمامة هذه في جميع محافظات الدولة لمدة 4 أو 5 أيام وبعدها بدأت العجلة شوي شوي قاعد تمشي ولكن للأسف لازمنا قاعد نشوف فيه تهاون وفيه تقصير من قبل بعض الشركات وأيضا البلدية اللي قاعد ألاحظه وقاعد أسمعه واستشفه من بعض الشركات وأيضا من بعض العاملين في البلدية لأن هناك شركات لا زالت تعمل على ابتزاز البلدية بأن إذا ما عطيتوني عقود راح أسعب عمالتي من السوق اليوم نحن انتقلنا من 165 مليون في عقود الصيانة القديمة إلى 380 مليون يعني إحنا دخلنا في أكثر من الضعف وما قاعد نشوف المنهج منهج التنظيف أو منهج النظافة تغير سمعنا أخبار تحزف الخاطر أن بعض هذه العقود أصلا غير مصنفة وغير مدربة على موضوع النظافة وهذا شيء يلام فيه البلدية وكذلك من وقع العقود هذه من البلدية يعني حتى إجراءات التدريب وإجراءات التنظيم للشركات هذه يعني هم إجراءات ضعيفة كذلك مراقبة الشركات هذه البلدية هل لها دور كبير بمراقبة أو عندها الإمكانيات لمراقبة هذه الشركات أما البلدية التي تنفي مقيل تؤكد أن مشكلة النفيات التي عمت البلاد في الأوينة الأخيرة كانت بسبب تعثر بعض شركات النظافة مبررة الأرقام بوجود معدات وارتفاع أجرة العاملين وغيرها من الأمور ومؤكدة في الوقت نفسه على رصد مخالفات الشركات في من بعض الشركات نقول يمكن عددها ما يتراوح عن ثلاث شركات إلى أربع حصل عندهم تعثر متفاوت في منهم تعثر بسيط في منهم شوية يبيلة يعني جدية وياب العمل الأسعار اللي انتوا شايفينها أو الرغم الرغم تقريبا وصل إلى مليون 287 مليون كان تقريبا بالـ 70 أو 80 مليون بالسابق ارتفع هذا الالتفاع العالي طبعا بسباب كثيرة منها يعني أذكر ليش على سبيل المثال يعني طبعا لجنة المناقصات هي المختصة بالأمور هذه ودرسة الأمور منها دخول مناطق جديدة إلى إضافة إلى البلدية كمناطق مثلا خلينا نقول منطقة صباح الأحمد منطقة القيروان مناطق كثيرة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العاليات بالإضافة إلى ارتفاع الأجور بالإضافة إلى أنظمة كثيرة دخلت مثل نظام الجي بي اس من أول يوم تاريخ 25-11 في بداية العقد ما لهم الشركات المتعثرة اللي ما أمكانها وفرت السيارات أو السواق أو عملته تم رز مخالفاتهم موجودة هذه إن شاء الله وتحاسبون في يوم تقديم الفواتير في هناك لهم خصم إن شاء الله أكيد بلا شك هذا الموضوع طبعا أكيد فيه مخالفات يعني المخالفات عدم توفير الآليات مثلا عدم تشغيل الآليات عدم تنظيف المنطقة إذن تساؤلات كثيرة وترقب لما ستقول إليه الأمور مع تعثر شركة النظافة وأمال تعلق على فتح هذا الملف مع الوزير الجديد ابتسام رمال هذه النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل البطاقات الملونة للبدون إجراء حكومي يواجه بفزعة قانونية أهلا بكم من جديد بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين أقامت لجنة الكويتين البدون ندوة للحديث عن الإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة ملف البدون والتي تمثلت بإصدار البطاقات الملونة للمنتمين لهذه الفئة وقد توقف المتحدثون في الندوة عند تلك الإجراءات التي اعتبرت بنظرهم بأنها تصب في خنة تعقيد الأزمة لا حلها كما طرح البعض منهم إجراءات قانونية للتعامل معها القرار 409 تحدث عن الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للكويتيين البدون فصل هذه الخدمات فصل هذه الخدمات وعددها ولكن وقع في خطأ جسيم وهو بأن أعطى لكل فئة من فئة من فئات الكويتيين البدون ميزة عزلها عن الأخرى باشر بدون ما يزوج بدون عنده بطاقة حمرة باشر بدون لما يتقدم لأحد سيقول له ما بطاقتك يعني يمكن تضحكون عليه لكن هذه راح تصير واقعية عايشناها عايشناها مع البدون في التسعينات لما كانوا بطاقتين صفرة وخبرة هذه أمور موجودة الحكومة تتخبط وتصدر قرارات وإجراءات يعني ما تفكر ما أثرها الاجتماعي والجانبي والنفسي على هذه الفئة من الأمور المتعلقة بهذا الشأن الخوف من انفراد وعدم حيادية الجهاز المركزي أثناء نظره للتظلمات التي سيقدمها المتضررون بحال حدوث خطأ في التصنيفات لا سيما وأن الجهاز يفتقد الكوادر القانونية في ظل سطوة أمنية إذا بتكلم بتكلم عن من ساهمت السلطة التنفيذية بالتحريض على خلق جرائم يعاقب عليها قانون الجزاء الكويتي هي دفع الناس للتزوير بمعرفتهم وبعلمهم للحصول على جوازات سفر تخالف الثابت في بيانات اللجنة المركزية السابقة وبعلمها أفلا تكون شريكا وإن بالتحريض نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل الكويت الأولى في استقطاب الخليجيين للعمل في القطاعين العام والخاص أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية احتلت الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول مجلس التعاون للعمل في القطاع الأهلي في عام 2011 بنسبة 83% وأظهر التقرير الصادر عن القمة الخليجية في البحرين أن الكويت احتلت أيضا المرتبة الأولى في استقطاب المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي في عام 2011 بنسبة 65% أكدت مؤسسة البترول الكويتية أن القطاع النفطي مستقل وبعيد كل البعد عن أي تيار أو توجه سياسي وقالت المؤسسة في بيان لها إن اختيار القيادات النفطية يتبع مجموعة من الإجراءات وفق لوائحة يخضع لها جميع المتقدمين بالتساوي وأفادت المؤسسة في بيان لها ردا على ما نشر في إحدى الصحف عن ترقيات بالقطاع النفطي أن تلك الأخبار عارية عن الصحة تماما مبينة إن اللجنة العليا لاختيار القيادات النفطية تتبع إجراءات محددة ولا تقف فقط عند حدود الكفاءة والمهنية نهاية النشرة تابعونا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي على توتر الراي ميدا جروب وعلى اليوتيوب الرايوتيوب يا من الله